الحلقة الخامسة من هذا الكورس المميز أهميتين مصطلحة باللغة الإنجليزية رح يطور مهاراتنا مهارات المحادثة مع الكتابة والتعبير وإيضا الفهم مع الآخرين إذن ركز جيدا معي من الآن مصطلح عدنا جديد blow up blow up بمعنى explode ينفجر أو يفقد صوابة blow up blow up هدفنا أنه نحفظ مئة بالمئة من معلومات هذه الحلقة لهذا السبب يجب أن نطبق طريقة فعالة مجربة وممتازة نستخدمها في قناة سفرس أكاديمي وهي هنا ثلاث نقاط النقطة الأولى كرر الكلمات الجديدة بصوت مرتفع اكتب بالكراس والقلم وقم بإجراء الاختبار الاختبار مهم جدا خلينا نبدأ الآن let's begin فلنقرأها خمس مرات الآن blow up blow up blow up blow up ممتاز قرأناها الآن خمس مرات خلينا ننتقل إلى أهم الكلمات وبعدها نأخذ أمثلة على كلمات blow up حتى نتعلم كيف نستخدمها في جمل كلمات الجديدة اللي راح تمر علينا نشوفها الآن racing racing سباق crashed crashed أصطدم crashed أصطدم fence fence سياج أو حاجز أما الآن نأخذ المثال أول على كلمة blow up جيد the racing car the racing car blow up after it crashed into the fence أقرأها ببطء حتى تفهم كلمة كلمة بشكل جيد the racing car the racing car سيارة السباق blow up blow up انفجرت انفجرت blow up فعل الماضي لblow up blow up هنا حرف الأو بالمضارع ولكن بالماضي تصبح blow up blow up بالماضي انفجرت after it crashed after it crashed into the fence بعد استدامها بالسياج فلنقرأها خمس مرات أنا وأنت بصوت مرتفع الآن the racing car blow up after it crashed into the fence the racing car blow up after it crashed into the fence جيد the racing car blow up after it crashed into the fence والمرة الرابعة the racing car blow up after it crashed into the fence مرة الأخيرة the racing car blow up after it crashed into the fence ممتاز خلينا نروح الآن للمثال الثاني قتل ضابط للشرطة عندما انفجرت سيارتها جيد نقرأها خمس مرات الآن مرة الرابعة مرة الأخيرة ممتاز خلي الروح أيضا إلى الملخص لهذه الحلقة أخذنا مصطلح blow up not something هذه something راح تأخذها بالحلقة القادمة هاي نشخط عليها something لأن تعطينا معنى آخر إذن blow up اترك هذه something blow up هذا المثال الأول بعد أن اصطدمت بالسياج ضابط للشرطة قتلت بعد انفجرت سيارتها جيد خلينا الآن نبدأ بالاختبار ركز جيدا من الآن حتى تجيب على جميع الأسئلة لدينا أربع أسئلة كما اعتدنا في هذا الكورس بإمكانك الإجابة على كل سؤال راح نطيك وقت تكتب الإجابات بالتعليق أسفل هذا الفيديو حتى نمر عليها ونصحها تستفاد أنت ويستفاد الآخرون من إجاباتك أيضا يلا نبدي نعم ماذا نكتب في هذا الفراغ نعم ماذا نكتب في هذا الفراغ نروح لسؤال الثاني ترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية قتل ضابط شرطة عندما انفجرت سيارتها نعم اكتب الإجابة الترجمة لهذه الجملة أما في التعليقات أو في كراسك خلينا الآن ننتقل للسؤال اللي بعده طبعا بكل وقت بإمكانك أنه توقف الفيديو وتجيب لحد ما تخلص الإجابة تنتقل إلى السؤال اللي بعده read aloud read aloud اقرأ هذه الجملة بصوت مرتفع الآن جيد انطعتك الآن وقت كافي لقراءة هذه الجملة خليني أقرأها إليك إذا قرأتها مثل ما رح أقرأها الآن أنت قرأتها صح وإلا كررها خمس مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها باللوث الصحيح بشكل جيد a police officer was killed when her car blew up روح للسؤال الرابع والأخير من هذه الحلقة الحلقة الخامسة write the following word اكتب بالإملاء الكلمة التالية blow up اكتبها في كراسك حتى نتأكد من الإملاء الصحيح ومن تركيبة الكلمة بشكل صح blow up اكتبها في كراسك الآن جيد الآن أكملنا blow up بنجاح وحفظناها بالشكل الصحيح واتمنى نكون حققنا الهدف اللي سعينا من أجله في جميع الحلقات من هذا الكورس المميز نحن نضع الكثير من الوقت والجهد في إنتاج هذه الدروس كل ما أتمنى منك أن تضغط على إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس تشارك هذه الحلقات لأكبر عدد من الناس لأنه هدفنا في قناة سفيرس أكاديمي هي نفع أكبر عدد من الناس جيد شكرا لك قمت بعمل رائع اليوم حفظت هذا المصطلح في أهم الأمثلة شكرا لك جزيل الشكر استمر بالتقدم دائما خطوة خطوة نحو هدفك ولا تستسلم أبدا اترك الأعذار واستمر في تحقيق هدفك جيد انتظرنا بالحلقة القادمة اللي راح يكون عندنا مصطلح جديد هو blow something up يختلف عن blow up راح نشرحه بالتفصيل تابع الحلقة السادسة شكرا لك على المتابعة وإلى اللقاء